لكن حلها الحقيقة كابتا حسام حسن وخلص الموضوع باستدعاء عمر كاميرا عبدالواحد اللي النهاردة يعني تم الاعلان عن وجوده في منتخب مصر واكيد يعني مدام تم الاستدعاء في التوقيت ده وما فيش حد طبعا غيره فهو اللي في التشكيل الاساسي في المباراة دي بامر الله وكل التوفيق ليه مناله كل التوفيق عمر كاميرا عبدالواحد واحد من العيبة المكتهدة الصراحة عنده امور فنية كتير حلوة وهتتطور والامور بالنسبة له اعتقد يعني في المعسكر في امور كتير هتحصل ما بينه وما بين كابتا حسام حسن لكن هقول لكم المعلومة اللي يمكن قلناها هنا في البريمو قبل كده ان الشناوي كان ليه دور في وجود عمر كاميرا عبدالواحد في المنتخب يعني تصفية الاجواء وان الامور بالنسبة له الجاز الفني وعمر انها توصل معلومات يعني او توصيل شكل جميل ما بين العلاقة هنا والعلاقة هنا دا كان دور محمد شناوي كابتن منتخب مصر او احد الكابات في منتخب مصر او احد الكابات في منتخب مصر وفي نفس الوقت احد الكابات طبعا اللي موجودين فيه النادي الاهلي هو كابتن النادي الاهلي كان ليه دور مهم جدا في وجود عمر كاميرا عبدالواحد في المنتخب او يعني تصفية الاجواء من خلال الفترة اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر